لا تأجيل للانتخابات ويجب أن تقام في موعدها هذا ما اتفقت عليه الكتل الشيعية الرئيسة بغياب ممثلي الصدر في اجتماعها التنسيقي الأخير والذي سيعقبه آخر هذا الأسبوع قد يخرج ببيان موحد يوضح الموقف النهائي كما أكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون الداعي لهذا الاجتماع تحالفاء الملك والعامل يذهبان باتجاه وجوب إجراء الانتخابات بموعدها في العاشر من تشرين الأول يساندهم تيار الحكمة الذي يحاول أخذ دور الوسيط لحلحلة الأمور مع التيار الصدري والذي يقول منافسوه إنه يفرض شروطا صعبة أهمها تأجيل الاقتراع للعودة إلى الميدان رئيس الحكومة وبحسب مصادر علمة اليو تيفي حضرت الاجتماع كان يميل لمواصلة الحوار بين الفرقاء سانده في ذلك ائتلاف النصر لكنهما لم يصمد أمام عاصفة الإصرار على الموعد المحدد التيار الصدري ما زال يمارس هواية الصمت تكتيك يربك المنافسين ويزرع فيهم مخوف من إمكانية استخدام الشارع في اللحظة المناسبة لكنهم لا يمانعون حصد مقاعد البرلماني من جرف التيار الصدري من جانبها أكدت مصادر مقربة من المرجعية إنها لم تبلغ أي طرف سياسي موقفها من الجدل الدائر بل إنها تنأى بالنفس وتترك الأمر لرغبة الشعب وما تتوافق عليه الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي معارض التأجيل يؤكدون إنهم أنهوا استعداداتهم لمعركة الاقتراع متهمين الراغبين بالتأجيل بالمراهنة على الفوضى اشتركوا في القناة